النوع الأول Heaters يعتبر هذا النوع أبسط أنواع أجهزة التسخين كما ذكرنا سابقا يطلق اسم مسخ على كل أجهزة التسخين التي تستخدم مائع لتسخين مائع آخر ولكن يكون عادة مصدر التسخين في هذا النوع من المسخنات هو البخار الحار بينما الجسم المراد تسخينه يكون بشكل سائل لذلك في هذه الحالات تكون طبيعة الطبقة الرقيقة من طرف البخار غيرها في طرف السائل وبالتالي فإن الناقلية الحرارية تكون شديدة التفاوض وبناء على ذلك يواجه هذه الأجهزة عدة مقاومات لانتقال الحرارة خلال عملية التسخين لذلك تكون عملية التسخين بطيئة أمامك شكل السينجل باس توبيرر هيتر أولا الكونستركشن يتكون هذا الجهاز من عدة أجزاء أهمها A band of horizontal barrel tubes which is surrounded by cylinder shell متصل بطرفي هذه الأنابيب to distribution chamber D1 and D2 بحيث D1 متصل أسفلها بـ H connection for passing the liquid to be heated بينما D2 متصل أعلاها بمخرج outlet J connection لخروج الـ liquid after heating أيضا يوجد another connection on the shell F زي ما تشايفين for passing the steam in the space surrounding the tube وأيضا يوجد عدة connection متصلة بالشل طبعا لزيادة كفاءة هذا الجهاز ثانيا الـ operation زي ما تشايفين at the beginning طبعا the liquid to be heated enter into D1 by H connection طبعا بكون هذا السائل متصل بمضخة لأنه يدخل بقوة ثم at the same time طبعا يدخل steam from the top throw F connection يمر هذا الـ liquid throw the tubes بينما steam بكون خارج التوب تنتقل الحرارة عبر الجدران ترتفع درجة حرارة هذا السائل حتى يخرج بـ D2 اللي هو required heating finalized بسلو discharge at the top from G connection وهكذا بالتمع عملية التسخين يدخل خلال D1 ويمر عبر هذه الأنابيب ثم يخرج من D2 إلى G يطلق على single bar cellular heater another name one heat exchanger يعني أحادي أحادي المصار ماذا تعني الرقم الأول يعني one shell والرقم الثاني يعني one direction تنويه مهم لزيادة الطاقة المنتقلة في هذه الأجهزة تم زيادة حجم هذه الأنابيب المكون لأجهزة التسخين التي تعطي زيادة في السطح فالوصول إلى السطح الكبير في الحجم الصغير تم اللجوء إلى التركيب الإنبوبي tubular construction كما ذكرنا سابقا ويطلق على هذا التصميم اسم calendria سوف نلجأ إلى هذا المصطلح كثيرا عند اللجوء إلى عملية التسخين ماذا تعني كلمة كالندريا هي تركيب انبوبي به عدد من الأنابيب طويلة أو قصيرة حسب طول الجهاز المستخدم قد جمعت هذه الأنابيب بين صفيحتين بحيث يكون هناك تجويفان التجويف الداخلي وذلك لمرور السائل المراد تسخين اثنين التجويف الخارجي وذلك لمرور السائل مصدر التسخين مثل الاستيم حيث يتم التسخين بالتبادل عبر الجدار الأنبو النوع الثاني من أجهزة التسخين الهيت اكس تشينجر إن تعبير كلمة مبادل حراري هيت اكس تشينجر تطلق على الأجهزة التي تنتقل فيها الحرارة من سائل إلى سائل أو من غاز إلى غاز عكس الهيتر يكون مصدر الحرارة هو الاستيم لذلك تكون الطبقة الرقيقة المتكونة نتيجة التسخين بين طرفي الجدار الناقل للحرارة تكون واحدة وبذلك تقل المقاومة ينتج عنه زيادة في معدل انتقال الحرارة عبر الجدار الناقل أمثلة على المبادلات الحرارية أبسط هذه الأجهزة واحد Fixed Head Heat Exchanger One Four Exchanger أحادي رباعي المصار أمامك نموذج من المبادلات الحرارية واحد Fixed Head Heat Exchanger أولا الكونستركشن يتركب هذا الجهاز أسوة بالتبلر هيتر من عدة أجزاء أهمها الكالاندريا عبارة زي ما حكينا عن Abundle Of Parallel Tube Surrounded By A Shell اثنين تم استبدال Distribution At Chambler Another Part أيضا بين طرفي الكالاندريا عبارة عن Sheet Ori Plates كما هو مبين مقسم إلى عدة أقسام بواسطة البفل ثانيا الأوبوريشن طبعا في الأوبوريشن The Liquid To Be Heated Flowing In A Plate Throw The Inlet الموجودة أسفل هذا الجهاز Then Passing Throw One Tube And Then In The Opposite Tube Across The Calendria طبعا مصدر التسخير هنا At The Same Time بمر خلال التجويف الخارجي ألا وهو الهوت Liquid ثم يتابع جريانه هذا السائل داخل هذه الأنابيب حسب السهم الواضح في الشكل طبعا في النهاية بحصل على الهوى درجة من التسخير المطلوبة ويخرج هذا السائل من أعلى Throw The Outlet يطلق على هذا المبادئ الحراري أيضا اسم One Four Exchanger وحادي رباعي المصار الرقم الأول يدل على One Shield والرقم الثاني يدل على Four Direction بحيث يتكون من غلاف واحد ويتحرك داخل هذا الجهاز أربع مرات للحصول على درجة التسخير من عيون المطلوبة هذا المبادئ الحراري الفيكسد هيت هيت اكسد شينجر واحد أن الكالاندريا جزء التسخين من الصعوبة إخراجه من الجهاز لتنظيفه وأيضا اتنين أن هذا المبادئ من الصعب زيادة حجمه نظرا لوجود ألواح معترضة اللي هي البفل في هذا الجهاز متصلة اتصالا وثيقا بالشل لذلك تم تصميم مبادلات حرارية أخرى أكثر كفاموضا وفعالي المبادلات الحرارية فلوتينج هيت هيت اكسد شينجر حيث يوجد تصميمان لهذا النوع واحد وان تو هيت اكسد شينجر اتنين تو فور هيت اكسد شينجر الأول أحادي الشل ثناء الدايريكشن والثاني ثناء الشل رباعي الدايريكشن من خصائص هذه الأجهزة تيوب باندل كان بي ريموف افروم كلينج اتنين كان بي اكسباند يتمدد التصميم الأول للفلوتينج هيت اكسد شينجر ألا وهو وان تو هيت اكسد شينجر أولا الكونستراكشن يتركب هذا الجهاز كما ذكرنا في الأجهزة السابقة من عدة أجزاء أهمها واحد لتيوب باندل كفرد وذ أشيل اتنين لبلات متصل بطرفي لتيوب باندل 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 زيادة حجم هذه الأنابيب واندل تيوب بليت از فكسد از ان فكسد هيت اكسد شينجر بينما الطرف الآخر از بولتد تو بي فلوتين هيت كفرد طبعا يتحرك مثل بوابة الجيت ثانيا الابوريشن the liquid to be heated is bumped into the blade through the inlet passing through the various two tube كما هو موضح في الشكل at the same time hot liquid enter through the shell inlet for heating the liquid then the liquid passing on the upper two tubes finally the hot liquid discharges from that التصميم الثاني للفلوتينج هيت هيت اكسد شينجر ويطلق عليه اسم two four هيت اكسد شينجر الكون استراج كما ذكرنا في الجهاز السابق فان هذا الجهاز يتكون من جزئين رئيسيين واحد اتيوب باندل اللي هي الكالاندريا كفرد وذ اشيل اتنين البليت متصلين بطرفي التيوب باندل احدهما متبت تثبيتا قويا بالشيل والاخر موفابول طبعا بولدل مقسمين البليت الى عدة اقسام بواسطة البافلز الابوريشن كما تشاهدون بالشكل فان وفايناليز بسلو تشارج فروم تتوب عن طريق التيوب او تلت تم تسميته بيتو فور هيت اكس اتشينجر لانه الرقم الاول يدل على الشل والرقم الثاني يدل على الاتجاهات اربع اتجاهات يتحرك هذا السائل خلال مرحلة التسخين عند تصميم اجهزة التسخين وخصوصا المبادلات الحرارية هيت اكس اتشينجر يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عدة عوامل للزيادة كفاءة وفعالية هذه الاجهزة هذه العوامل تنقسم الى قسمين واحد عوامل تعود على الشل ساي اتنين عوامل تعود على الديوب ساي هذه العوامل جميعا مبينة في الجدول الذي امامكم النوع الثالث من اجهزة التسخين وينتمي الى النوع الثاني المبادلات الحرارية المحززة المحززة يلجأ يلجأ الى هذا النوع من التركيب عندما يكون هناك فروق كبيرة في الناقلية الحرارية التي هي ثيرما الكندكتيفتي بين طرفي جدران الانبو فالطرف الذي تتجلى فيه القيمة الادنى من الناقلية يجهز بمثل هذا التركيب الذي يسمح له بزيادة السطح الابليكيشن لهذا النوع من المبادلات الحرارية نظرا كما ذكرنا قبل قليل لزيادة سطح التسخين في هذه الاجهزة لذلك تستخدم هذه الاجهزة لتسخين السوائل اللزجة اللي هو High Viscous Liquid تنقسم هذه الاجهزة الى قسمين كما ترون في الاشكال التي امامكم واحد رديالفانس حيث تكون محاطة الانابيب الداخلية بعدد كبير من الانابيب الخارجية مثال على ذلك لهو شبكات الانابيب المتصلة بالتلاجات من الخلف بينما النوع الثاني من الفنت تيوب اكس اتشينجر عبارة عن لونغتودونال فنس كما تشاهدون الاشكال التي امامكم جهاز لبليت اتشينجر المبادل الحراري ذو الاطباق من خصائص هذا الجهاز نظرا لعدد الاطباق الكبيرة المتصلة بهذا الجهاز فانه يزيد من مساحة سطحه لذلك يستخدم فيه تسخين المواد اللزجة وايضا سهول التنظيف هذا الجهاز الشكل الامامكم بليت هيت اكس اتشينجر اولا الكونستراكشن يتكون هذا الجهاز من عدد كبير من الاجزاء اهمها واحد الهيكل الخارجي لفريم اتنين لبليتس عدد من هذه لبليتس الاطباق تثبت على الفريم لزيادة مساحة السطح بحيث يمر السائل المراد تسخينه في الاطباق الزرقاء بينما يمر الهوت ليكويد مصدر التسخين في الاطباق الحمراء تلاتة يفصل هذه الاطباق قطعة صغيرة من المطاط ربر يطلق عليها اسم ربر كسكيت بحيث تكون المسافة بين كل طبق 5 مليمتر ثانيا الأوبوريشن كما ترون في الشكل يصبح هذا الجهاز وحدة متكاملة بعد تثبيت البليتس خلال الهيكل ثم تتم عملية التسخين المسافة المادعين الهيط بتكون نقل الحرارة من السائل الحار الهيط إلى السائل المراد تسخينه the liquid to be heated يستخدم كما ذكرنا سابقا for heating the viscous liquid التصميم الثالث للspecial forms of heat exchanger هو spiral heat exchanger ويطلق عليه أيضا اسم the free thrum heat exchanger المبادل الحراري الحلزوني يمتاز هذا النوع من المبادلات الحرارية كما ترون أمامكم 1. مساحة السطح الكبير في الحجم الصغير للجهاز 2. قلة التكلفة 3. توفير الطاقة 4. سرعة التسخين الشكل الذي أمامكم والأشكال الحرارية عبارة عن spiral heat exchanger الكونستركشن يتكون هذا المبادل الحراري من جزئين رئيسيين 1. a number of spiral channels بحيث لها جوفان الداخل لمرور السائل المراد تسخينه اللون الأزرق رقم 2 والجوفي الخارجي يمر به الهوت ليكويد اللون الأحمر رقم 2 الجزء الثاني الشل الغلاف محاطة هذه الأنابيب بغلاف لها سطحان سطح علوي وسطح سفلي مزودة بصم كونيكشن الأوبوريشن طبعاً two liquids flow counter currently through the channels formed between the blades بحيث هؤلاء السوائل السائل المراد تسخينه الhigh viscous يمر في التشانل رقم 2 والهوت ليكويد يمر في التشانل رقم 1 وتنتقل الحرارة من الهوت ليكويد إلى الليكويد تبيهيت ونحصل على التسخين المطلوب وأخيراً أسأل أسأل الله لكم الصحة والعافية والتوفيق المحاضرة القادمة إن شاء الله ستكون بعنوان إفابوريشن أو بروسس ودمتم بعز وسعاد اشتركوا في القناة